أهلا بكم مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في إيران يتزايد الاهتمام بها ويظهر هذا الاهتمام عبر الانترنت من خلال حملات المرشحين وتعليقات الإيرانيين على الاستحقاق الديمقراطي العتيد المرشح براهيم رئيسي زار قبر الإمام الخميني في الذكرى الثانية والثلاثين لرحيله ومن هناك قال أن الإمام الراحل لم يكن ليرضى بالفساد وأنه كان من المواهدين للقمع والغطرسة والاستبداد رئيسي أوضح أن أهم ما يميز خط الإمام الخميني رفع هراية التغيير والعدالة في البلاد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليباف غرد على موقع تويتر في ذكرى رحيل الخميني بأن مشاركة الناس تجعل أي تحول ممكن وهو أوضح أن الإمام الراحل كان يؤمن بمعجزة الشعب لتغيير الوضع وتجاوز كل المشاكل مريم أحدى مستخدمات موقع تويتر غردت مع وسوم تعني سأنتخب وننتظر للانتخابات إن لم يكن اقتراعنا مؤثرا فلماذا تعمل كل الشركات والمحطات المعادية على أن لا ننتخب إذن مؤكد أن اقتراعنا مهم لدرجة أنهم يغرقون أنفسهم بين الماء والنار سننتخب شوكة في عيونهم ناشطة أخرى على موقع تويتر غردت في بعض الأوقات يتطلب الحفاظ على الأمن والأمان أن تكون التضحية بتقديم يدا أو رأس وفي بعض الأوقات عليك فقط أن تقدم صوتك أو أن تقترع أما في التغريدة الأخيرة في هذه الجولة فجاء فيها الأكثر خطرا من المسؤول الذي لا يعمل هو المجتمع الذي لا يكترث مع التشديد على أهمية المشاركة في الانتخابات وأن هذه المشاركة مشابهة ليوم القدس ويوم انتصار الثورة وكل هذه الاستحقاقات ضمانة للبلاد ترجمة نانسي قنقر